وإلى قطاع التربية حيث الجميع يتنفس بنصف رئة ارتفاع سعار القرطاسية فقد أكد مدير قسم تربية ظلوعية رياض حاتم الفراجي إن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد انطلقت منذ نهاية شهر أبل ماضي وشملت تأهيل البنايات والمناهج الدراسية ضمن توجه لتبوء تربية صلاح الدين المركز الأول بنسب النجاح لهذا العام ويذكر أن مدارس المحافظة خلال العام الماضي قد حصدت نسبة نجاحا متقدمة على مستوى العراق وأكدت أنها تخطو بمنهاج تعليمي صحيح تسعى للحفاظ عليه وتربع على عرش التفوقات نحن في بداية العام الدراسي ومنذ 1-9 وقبل 1-9 في 23 بدأت الاستعدادات في جميع المدارس اتهيئت البنايات من ترميمات على عاتق إدارات المدارس واليوم لدينا مدارس على قيد إنشاء الترميم وعلى قيد الإنشاء موجودة بمساعدة المدير العام التربية صلاح الدين وعلى إشراف السيد مدير عام التربية صلاح الدين دكتور نوفل ومتابعة رئيسية ومتابعة جادة وهمة قوية واستعدادات من وزارة التربية متمثلة برعاية الدكتور إبراهيم النامس وزير التربية نحن اليوم جادين بأن استقبال تلاميذ وطلبة قضاء الظلوعية لكافة المدارس اليوم مخزن تجهيزات الظلوعية يحتوي من الكتب تقريبا 50% للابتدائي ومستمرة التربية برفض الكتب والمستلزمات إلى قسمنا الإدارة المدارس مجهزة بالآثاث من قنفات وكرسي ميز الصبورات أجهزة طابعات استنساق جميع الأجهزة متوفرة لدينا اليوم حركة الملاك عندنا جيدة لا يوجد عندنا نقص ويوجد النقص قليل بشكل التسوية قائمة حسب التعليمات والحمد لله والشكر استقبال التلاميذ والطلبة جيد وإدارة المدارس متعاونة نحن سوف نجتهد ونجد في هذا العام ونتحدى ونتحدى العام الماضي كوننا في صلاح الدين مدير التربية صلاح الدين أنتجت المركز الثاني مستوى العراق وقسم تربية الظلوعية إن شاء الله سوف نكون الأول في هذا العام ترجمة نانسي قنقر